دكتور شكر المبخوت الأكاديمي والناقد والروائي الذي فازت روايته الأولى الطلياني بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لهذا العام وتبعا لذلك ستكون هذه الرواية الأعلى مبيعا وستحظى بالأكثر قراءة وهنا سؤال عن دور الكتابة الأدبية والروائية تحديدا في مسيرة التنوير العربية وكيف يمكن أن يعالج الأدب العلاقة المرتبكة بين الديني والسياسي وكيف يتعامل الأديب مع إشكالية الأمية الثقافية وأمية القراءة والكتابة شكر المبخوت يرأس جامعة منوبة تونسية وهنا سؤال عن إمكانية استعادة الجامعة لدورها التنويري شكر المبخوت التقيناه في مقر عمله لنحدد معه موقع الأديب بين المفكر وعالم الدين في مسيرة تنوير الشعوب العربية أكتور شكري في البداية أسمح لي وبارك لك وأوهنيك على فوز الطلياني بجائزة البوكر شكراً بارك الله هذا الفوز يجعلني أفتح نقاشاً في إطار ما نحن بصدده في هذا البرنامج وهو مسألة التنوير من ميزات البوكر أنها تجعل هذه الرواية الفائزة تقرأ أو تعرف أو تعرفها للجمهور العربي الذي لا يقرأ أصلاً وفي هذه الزاوية نفتح باب كيف أمكن أن نستغل الأدب ورواية تحديداً لتكون نافذة للتنوير تنوير بمعنى طرد ما هو ظلامي في العقول فتح أفاق جديدة وخصوصاً في هذه المراحل التي تعيشها بلادنا بطبيعة الحال أدب هو فعل ثقافي أولاً وقبل كل شيء وكأي ثقافي يتسند إليه غائيات وأهداف ومن بينها هو هذا الجانب التنويري لأن الرواية والأدب عموماً فيه جانب نقدي ليست دفاعاً عن إيديولوجيا مغلقة وإلا خرج من باب الأدب وفيه جانب تأملي أي أن نفهم واقعنا بطريقة عقلانية وفيه تنمية أيضاً لمقاربة إلى الحياة والكون والمجتمع فيها حساسية أخرى جمالية وما التنويره لم يكن هذا الجانب التأملي والنقدي وإنشاء حساسية جديدة لدى الناس بكي أن الأدب يفعل فعله ويؤثر تأثيراً أبطأ من الظواهر الأخرى الثقافية خصوصاً ونحن نعيش وعصر هذا العصر عصر الصناعات الإبداعية والصناعات الثقافية رغم ذلك ما لحظته انطلاقاً من رواية الطالياني أن هؤلاء الشباب الذين ذهبوا في وهمنا أحياناً أنهم لا يقرؤون الأدب ورغبوا عنه وذهبوا إلى شبكات التواصل الاجتماعية وغير ذلك ما لحظته أن هذا يحتاج إلى تنسيب على الأقل لأن الشباب من 18-25 عام قرأوا الرواية وتفاعلوا معها ومثلت بالنسبة إليهم حيزاً للتساؤل عن تاريخ تونس عن هوية تونس عن مفهوم الحرية عن مسارات الشخصيات فقد ربما نحتاج إلى أن نكتب أدباً يمكن أن يشدل هذا الصنف من القرأ ويمكنهم أن يتفاعلوا معهم حتى نطرح أسئلة التنوير سواء في المجتمعات العربية كل مجتمع على حلات أو بصفة عامة هل القضية في الأدب قال له أن الأدب لا يطرح تلك التساؤلات أنه أدب غير جاذب للمتلقي أم أن القضية في المتلقي نفسه وهو ضحية لهذه المسألة في نسبة أمية في جهل في تضارب لقمة العيش مع ما يريده المعدة هناك أدب كثير هناك روايات كثيرة هناك أدب جيد وهناك كل شيء ولكن المشكلة أكبر من هذه المسألة كيف نفك هذه العلاقة أعتقد نستطيع أن ننظر إلى النصف الفارغة من الكأس هذا ممكن فنقول هناك نسبة عالية من الكمية هناك نعدام عادات القراءة وتقاليد القراءة ونستطيع أن نقارن مع البلدة الغربية كما نشاء هذا ممكن حينئذ سنصاب بيأس قاتل فيعود الكتاب يقول لماذا نكتب بل أصلا لماذا نفكر في رأي أن ننطلق من نقاط الضوء لتوسيعها ونقاط الضوء هناك كثيرة لو كان الأمر كما ذكرت سيدي الكريم عن هذه النواحي السوسيولوجية حول القراءة والأمية والتعليم وغير ذلك فلما نجد روايات كثيرة عربية تصل طبعاتها إلى العشرات كيف نفسر هذا الإقبال الكبير على الرواية في العالم العربي وعلى نشر الرواية كيف نفسر هذه الحماسة التي نجدها في فئات قد تبدو قليلة ولكنها ذات قيمة نوعية في هذه الفئات التي تقبل على الأدب والأدب الروايي الإقبال كم نسخة يعني لو قلنا هناك خمس طبعات عشر طبعات نسخة ألف يعني أقول عشرين ألف نسخة أنت تعود الآن يعني عشرين ألف قارئ أنت تعود الآن إلى المؤشرات الكمية أنا أتحدث عن معطيات أعتقد أنه علينا أن ننطلق منها أي المعطيات الإيجابية النصف المملوء من الكأس لكي ننميه ونثريه ولكي نبلغ به ما نريد أعرف أن المسألة معقدة ولكن ليس لي إلا أن أتفائل لأن هذا التفائل هو جزء من الفعل التنويري الذي تتحدث عنه نعم وحين نقول فعل تنويري هو ينبغي أن يكون متعدد الجبهات ومتعدد المنصات إن صح التعبير حتى تتضافر جميع المعطيات في السينما في الرسم في الموسيقى في الأدب وفي العديد لا يمكن الأدب أن يتطور هكذا نعم لا يمكن ثم أنت تعرف أن ربما هناك أشكال جديدة فرضها عالم الصورة وعالم التكنولوجية الحديثة للكتابة نعم وهؤلاء الشباب الذين يعبرون عن أنفسهم بطريقة قد لا تعجبنا نحن ولكننا نجد في تلك الكتابات على قصرها أشياء مهمة جدا علينا أن نستوعبها وأن ندفع إلى تطويرها أعتقد أن تطور الأدب في العالم العربي إيجابي حتى بالمؤشرات الكمية خذ عدد الروايات وقارن من بين العقول هذا كله لم أنا دفاجأتني بالسؤال ليست لإحصاءات أو معطيات تقيقة ولكن حدثيا بحكم خبرتي في عالم الكتاب أو عالم الأدب منذ 30 عام على الأقل تجعلني أرى الأمر جيدا لك أمثلة هل سمعت بروايين من إيريتريا أنت؟ يوجد الآن روايات من إيريتريا هذا شيء جيد طبعا حين ننظر للرواية السعودية مثلا في فترة قصيرة تطورت كميا على الأقل بل نوعيا أن هناك حائزين على البوكر من السعودية وهي ليست من المراكز الثقافية التقليدية في الفن الروائي مثل مصر أو الشام أو العراق أو غير ما أخذك كأديب على الفكر الديني ومن يفكر في الدين أو يفكر بالدين وعلى الفقيه الذي يشتغل بعالم الدين ما أخذك كأديب كناقد كأستاذ جامعي أكاديمي يعلم وأنت تنظر من هذه الزاوية إلى هذه النماذج المفكر الذي يشتغل بالدين والفقيه صاحب العمامة خليج الأزهر أو الزيتونة أو القرويين في المغرب قد أفاجئك حين أقول أنني أعتبر رجال الدين يمكن أن يلعبوا دورا أساسيا في التنوير بل دور جوهري في التنوير يمكن إذا لم يلعبوا سأفسر أنا قد منذ البداية سأفاجئك لأنه اجتماعيا حين ننظر إلى مؤسسة المسجد أو الجامع هي مؤسسة تستقطب المؤمنين من جميع الفئات والطبقات الاجتماعية وتلك اللحظة التي يكون فيها الإمام خطيبا هي اللحظة أساسية هو السلطة لا يمتلكها أهل السياسة مهما فعلوا إذن الإشكال أين ليس في رجل الدين باعتبار وظيفته الاجتماعية بل في هذا الفكر الذي يقدمه ماذا أن ننتظر من فكر يمتح من بطون الكتب القديمة قواعد فقهية وأحكام هي وليدة سياقها فقط التاريخي فرجل الديني سيقوم بهذا الدور التنويري لو كان هناك حركية وديناميكية حقيقية للاجتهاد بمعنى أن نحافظ على القيم والمبادئ الدينية وفي الآن نفسه ينبغي معالجة مشاكل الواقع ولا نستورد أحكاما قديمة لحل مشاكل تعريئة هذا جوهر الفقه هو هذه الملأمة بين النص وبين متغيرات الواقع فبرؤية حداثية واجتهاد دقيق يربط القيم الدينية والمبادئ الدينية بتغيرات العصر وتغيرات المجتمع وحاجية الأفراد الحقيقية يمكننا أن ننشئ دينا تنويريا أيضا وليس في التناقض مع الأفكار الكونية الجديدة ففي تقديري علينا أن نسأل ما هي تصوراتنا الدينية قبل أن نسأل عن وظيفة رجل الديني اسمح لي فاصل قصير فاصل قصير مشاهدي الكرام نعود ونكمل هذا الحوار مع الأديب والناقد الدكتور شكري مبخوت مشاهدي الكرام أهلاً لكم من جديد في هذا اللقاء الذي يجمعني مع الأديب والناقد الدكتور شكري مبخوت دكتور أعود إلى الطلياني تلك الرواية التي فازت بجائزة البوكر في هذا العام وإن شاء الله ستحظى بقراءة أكبر وتنفتح أكبر وهي تفتح سؤالاً عن التربص الذي يسبق القراءة بمعنى شكري مبخوت أديب تونسي يكتب الطلياني في زمن الثورة أو ما بعد الثورة التونسية في هذا المتغير الذي يحلس الآن وهنا يعيدني إلى الكتابات التي تتزامن مع الثورات ما تزامن مع ثورة 52 ما تزامن مع ثورة 19 ما تزامن مع 25 ناير في مصر والكتابات التي تلتها طرحت هذا السؤال نقول أن تعالج أزمة اليسار التونسي في هذا التوقيت هو توقيت مناسب أم أن أنت أديب لا شأن لك بما يحدث في هذه المتغيرات لا يمكن أن أقول أن الأديب لا شأن له بما يحدث أمامه وما يجيبه أمامه ولكن الطلياني نفسه هي وليدة الأسئلة التي ترحها واقعاً بعد الثورة من بين هذه الأسئلة لماذا نجد هجمة الإسلام السياسي وافتكاكه لهذه الحركية الاجتماعية رغم أنه لم يكن من الفائلين فيها من الأسئلة أن كل هؤلاء الذين نسميهم يسار أو تقدميون أو ألمانيون أو ليبراليون الذين احتضنوا مفهوم الحرية ومفهوم العدالة ومفهوم الكرامة وغير ذلك نجدهم أمام زحف الإسلام السياسي يتراجعون كان هذا هو السؤال ما السبب في ذلك ماذا وقعها ما هي حقيقة هذه الأفكار نفسها التي يحملها هؤلاء اليساريون التقدميون هذا هو الدافع الأساسي لكن المفارقة أنني لم أتناول فترة ما بعد الثورة لسبب بسيط أنها فترة تتطلب مسافة ما للتأمل فالرواية ليست عملا صحفيا وإنما هي بحث عن المعنى والمغزى بسرد تلك الوقاعة والأحداث وربما سيأتي هذا يوم لكنني عدت إلى فترة تشبه كثيرا ما عشنا في الثورة أي تلك اللحظة الفاصلة الانتقالية من عهد بن علي إلى ما بعدها عدنا إلى فترة نفسها التي ظهرت لها بن علي أي أواخر العهد البورغيبي ووجود 7 من نوفمبر يوم انقلاب بن علي على بورغيبي فالتشابه هناك كبير جدا هناك مخاوف وهناك آمال انفتحت هناك انتقال من عصر إلى عصر مع وعود كبيرة وأحلام كبيرة ثم شيئا فشيئا نجد هذه الأحلام مجهضة وتعود الأوجاع بأشكال أخرى هو جيلي هذا الذي عاش تجربتين في الانتقال من حكم إلى حكم ولكن الثابت بينهما وحيدا هل الثابت في اليسار التونسي في أواخر برقيبة وبداية بن علي وهو نفسه أزمة اليسار التونسي في الثورة التونسية الآن في وجود النهضة وفي هذه التغيرات التي تحدث هل عبد الناصر الطلياني وزواجه بزينة الذي لا يمجب طفلة أو إجهادها أو نزول الطفل عدم إنجاب عدم إثمار التجربة أو عدم أن التجربة لم تكن كانت عقيمة هل هو نفسه الزمن اليسار نفسه بأزماته في الأصور؟ ما هي المشكلة التي توجد؟ المشكلة هي هذه الإيمان الحقيقي والجاد من اليسار واليمين اليمين الإسلامي أو غير الإسلامي بالحرية الفردية فالسؤال الذي تطرحه الرواية هو سؤال الحرية الفردية وسؤال الجسد المقهور كيف يمكن لجسد مقهور أن يتحرر ويحرر المجتمع هذه هي الأسئلة في تقدير إنشاءت الفلسفية التي تقبع وراء تلك الأحداث والحكاية وتعرجاتها وغير ذلك في هذا المستوى أقول أن الأمر لم يتغير رغم دستور ممتاز ورغم دستور يكفي الحريات كثيرة ولكن المسألة لا ترتبط بالسطح السياسي فتغيير الأحزاب أو تغيير الأحزاب الحاكمة عملية سهلة تجد حزب النداء في تونس في أقل من عامين أو في عامين على أقصى تقدير استطاع أن يصبح حزبا أغلبيا وينتصر في الانتخابات معنى ذلك أن الأنظمة ليست خالدة مهما كانت قوة هذه الأحزاب حزب بن علي الذي كان ناس خلون أنه سيدوم مئة عام فإذا به ينهار في لحظات وكفي ساعات ما الذي ينبغي أن نشتغل عليه ثقافيا وأنت في حصة للتنوير وأدبيا وفكريا هو العمق العمق ما هو؟ هو تمثل الإنسان لهويته بجسده بخياله وتجديد هذه الهوية حتى تصبح هوية تنبذ بالحياة وليست مجرد ترديد بائس لكلام ملوك ومعاد هذا إذن قضية الحرية تطرح هنا والآن كما ترحت من قبل هنا والآن والحديث عن اليسار اليسار لا يحتكر مفهوم الحرية نعم وأنا لا أهاجم اليسار ولا أحاكم اليسار ولا أدافع عن اليسار أيضا وإنما أدافع عن قيمة أقوى من اليسار والإسلام السياسي واليمين والسلطة وهذه هي حرية الإنسان نعم وهنا الحقيقة لما نتحدث سؤال اليسار التونسي أو اليسار المصري أو اليسار العربي في البلدان العربية نتحدث عن مجتمع وهذا ما نتحدث عن مجتمع أو المجتمع المدني أو ما يجول فيه هو المعادل الموضوعي لأنتم أدرى بشؤون دنياكم هكذا يتحدث أهل العلماء الدين في نفس الوقت حينما نتحدث عن الديمقراطية هو ذلك المعادل للشورى وبالتالي لسنا بعيدين عن مسألة التنوير بمفهوميها الفكري والديني في آن واحد حتى حينما نتحدث عن الرواية القرآن كله أو جزء كبير منه قائم على القص نحن نخصه عليك وبالتالي في قص سيد سور سيد ويسف سور سيد كل السور وكل الأشياء التي في القرآن فيها نوع من القص السرد والرون وبالتالي حينما أنت تحدثتني عن الرواية أقول هي أقرب لأن تشتغل على التنوير بما يوازي المتدوق العربي المسلم لأنك تقدم له ما تريد بشكل غير مباشر وفي سورة قصة مشوقة سيجترها في داخلها هناك جانبين الجانب الأول أن السرد يستطيع أن يقوم بدور في التنوير لأن مرايا السرد في حقيقة أمرها تعكس هذه التنقضات في مجتمعاتنا وتقدم الرؤية المتعددة فالرواية ليست مستبدة الرواية تقوم على تعدد وجهة النظر وتعدد الأصوات إذن فهمنا لمجتمعنا من خلال الرواية أساسي لتشخيص مشكلته ولغرس هذه الحساسية الجديدة التي حدثتك عنها في بداية اللقاء ولتجديد نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الآخرين وإلى المجتمع هذا الجانب الأول الجانب الثاني لا يمكن للأدب أن يطلع وحده بهذه المهمة مشكلة الفكر العربي أنه في عصر الصورة لم يستطع أن يقدم نفسه الفكر العربي التنوير بلغة الصورة دون أن يفقد جديته وأن يفقد عمقه هذا هو الرهان هل تجد أنت في كم التلفزات العربية الفضائيات الموجودة؟ كم من تلفزات ثقافية؟ ثقافية تنويرية تقدم الفكر بطريقة ميسرة قارنها بالتلفزات الشعوذة الدينية وتلفزات التطرف الديني بقاتة نظرة عن المذهب قارنها بتلفزات بيع الأوهام والأحلام كل هذا يعني أن الفكر التنويري الحديث الجدي الذي هو يمثل شئنا أم أبين مهما دعك من الدواعش والتكثير وغير ذلك هو مستقبل العالم العربي لأن هناك حركة كونية إما أن يظل العالم العربي خارج التاريخ أو أن يدخل إلى التاريخ واعتقادي أنه سيدخل التاريخ مهما كانت السياقات هنا لا يمكن للأدب أن نحمله أكثر مما يحتمل ولا ننسى أن الرواية في علاقة أيضا بالدراما والدراما العربية فيها نماذج ناجحة جدا تستطيع أيضا أو تقوم بدورا تنويري لأنها تخاتب عموم الناس بمختلف مستوياتهم ومختلف حتى حينما لجأنا إلى حينما كانت الدراما تنويرية وأذكر هنا لالي الحلمية ومفعله أسامة أنو الركاشة باعتباره الدراماتورجي تنويري بشكل كبير الآن الدراما التي تسود ليست عربية ليست؟ عربية دراما تأتي من الخارج مستوردة إما دراما هندية مدبلجة أو دراما تركية مدبلجة ونحن نعيد اجترار قضايا مجتمعات غيرنا هذا الدليل على ضرورة مزيد العمل في جميع المستويات في الأدبي في الدراما في الأغنية حتى الأغنية أيضا لماذا لا نطرح مشاكل الأغنية العربية وغيرها من فالثقافة ليست شيئا واحدا لكن ما لمحت إليه منذ قليل هو غرورة أن ندخل باب الصناعات الإبداعية والصناعات الثقافية لأن هذا الباب هو مسلك من المسالك الممكنة للتنوير في عالمنا العربي الأديب والنقض دكتور شكري مبخوط شكرا جزيلا لحظتك شكرا شكرا موصول لكم مشاهدي الكرام لكم دائما تحياتي وإلى لقاء شكرا